مع انا النهاردة هالك و مشكلته مع صاحب النهوي بيقولينا مش بيقعد خالص ست ولا بيعمل دون خالص فهنا نوريكم النهاردة مع كابتن مصطفى حل المشكلة دي ازاي بس يتاخد وقت كده كده فهنا نوريكم يوم بيوم بنعمل ايه مع هالك عشان يبدأ يستوعب أوردر ست و أوردر دون هنا هو عمل ايه؟ هو بتنبالك والدنيا بس احنا خريفي خالص الدنيا بتمطره في رعد وبر الدنيا جميلة غرقانين خالص فهو دلوقتي عمل ايه؟ عمل كوريكشن اه مش كوريكشن اعمل بريشر بالليش لحد ما الكلب قعد وانس ان الكلب قعد هو ريح البرشر فبصوا هنا عمل بريشر وبيفضل مسبت وبيزود حاجات بوشيطة لحد ما الكلب يقعد وانس ان الكلب مقعد مش ريح البرشر ده خالص سامينيون البرع والراد شوها سامت يعني انا معاك لحد ده مالينو بقى مالينو بقى مالينو بريشر هو الكلب بني ان الكلب تربي imagen احنا زي ما احنا عمليني البرشر مالينو بس ياليكسي سامين ممكن نعم كده دقية لائتين لحد ما الكلب يقعد وانس ان ان هو قعد هرايح البرشر اعرفوا ان انا عايز منك ده فهو هنا في برشور في حاجة بتخنقه فهو انس ان هو قعد ويلاقي البرشور التاح خدتوا بالكم المهار دي مسلا خد معنا كاين عاش تبخين ثانية مسلا شباب نفضل مسلا متين مرة نعمل نفس الحاجة هنا مرة التالتة هو هنا بيبدأ السواب انت عايز من ايه فممكن مسلا نبدأ نلمسه لامس صغيرة في ظهره بحس ان انا فهمه هو عايز ايه بس احنا قربناها مع هالك يعني لقينا بان هو بيلف وبيبقى عايز يهرب ايه بيرزيست اكتر بيراخي هنا استوعبها اكتر مع كابتن مصطفى جامد فهنا الكلب مش بيعمل سيت او داول فبابدأ اعمل معي الحاجات دي باخد الكلب مشة كويسة جدا اطلع الـ بعدين ابدأ اعمل برشور بالليش هنا بسوا لامسة صغيرة نشوف بقى يواجد اسرع حلو بعد شوية نبدأ نلغي اللمسة دي خالص ويبقى برشور بس بعد كده ممكن ابدأ اعملها بالسوين بس الكلب يبقى فهم انا عايز منه ايه انت عايز مني ايه وانس ان هو قاع بيبدأ يتكافئ والبرشور بيرتاح وانس ان هو ما عادش بيرشور شغال فانه هنا وصلت الكلب ان انا عايز منك لما اقف انت تعاض اعمل برشور اول ما تحس بالبرشور انت تعاض هالك ماشاء الله هو الكلب جميل جدا ومتاح برضو للجواز لو حد عايز يجوز هنا بيبدأ ينط بيبدأ يعمل حاجات يعمل كل حاجة غير اللي انت عايزة فاهمين فا هكامل معا مليه هاننا اتبعش كافية عشان هو تتباور في المرة اللي فات هلا كافيتها كافية جامد هالدينيا لسا بتمطر لا اوقف لسا بتمطر هنا نفس الحاجة هنا قاب بسهولة جدا جامد بعدنا مثلا ثلاث ده ايه في الفيديو هو الكلب بدأ يستوي بالحوار خلا ما اعمل ده مثلا متين مرة فخلص انا اول مقف هو هيعد استوي بالدرجة حلوة ودوين برضو هنعمل لكم فيديو تاني لما نخلص نخلص من الست هنعمل لكم دوين باسمها اسمها ست ليش ودوين ليش فاول ما نخلص ست هنعمل لكم دوين وبرضو هنواريكو كمان تلات اواربعة ايام لو عايزين انتبقى كل يوم اكتبوني في التعليقات نتبقى كل يوم وكل فترة نعمل لكم فيديو مع هالك انتوا اتطور بتاع ست ودوين وهنا شوية شعوزة من مليمه بكده هو ده جامد عش مستطر بيعلمه هيل فبيدخل حاجات في حاجات بحس الكلب يفك برضو ميباشقافش تول الوقت وانا برضو بيعود في النقطة وانا نبدأ نعالج البيبير دو وانا اقول لكم ازاي مهم جدا ان يش دائما يرفق على بوينت في الرقبة من وراء البيبير وانا عنده دعم هل يقوم باعديها بأسهل فسوية الطريقة اللي تعالم بها كالبك لو مش عايز يقود وانتابع معاكو برضو التطورات بتاعت هالك وانواريكو هي هو شفتوه كان نفين دلوقتي وانواريكو هنوصل بيك فين ان شاء الله ويستنوا كل جديد مع هالك وكابتن مصطفى وبرضو اعتبلكو الشاليش انتع كابتن مصطفى وانواريكو في البايا عندي تخشوا برضو هتلاقي عندي حاجات زي كده هتستخدوا منه يعني بريدر وبينتج كلاب كويسة مش هو الله جامد جامد انهي يا كوتش بقى انهلوا من الفيديو اشتركوا في القناة